نحن نصل ان شاء الله في الجزء الاخير من الكورس كومبيوتر افريكيشنز يوزنج ماكلاب و هنتكلم اليوم ان شاء الله عن جزء المجلة خاصة بالبرمجة سكريبتين او بروغرامي هنحاول نغطيها في حضرتين ان شاء الله التاني برضا هتجي طوالي في نفس الاسبوع ان شاء الله في المنصة ستكون مبيوتر ان شاء الله الاثنين في المنصة نحن نتكلم عن بروغرامي يوزنج ماكلاب ده واحد من التولز والفاسيليتز اللي تقدموا الماتلاب كويت يعني ديفرنت من اللغة البرمجة الاخرى يمكن الفرق الاساسي بكون في انه السهولة الشديدة جدا البساطة وطريقة الاستخدامه يمكن ان يتفهمها بسرعة ده سري ميجر ديفرنسيس بتوين تيوز ماكلاب فور بروغرامي وطريقة الاستخدامه يمكن ان يكون هناك قوة مهم جدا لماذا تستخدموا الماتلاب لذلك نحن نحن نتوانسي هذه القوة لانه هناك بعض الواقع أولا متلاب هو مهزة للمنصة لتعلم كيف تستخدم هذا مهم جدا لتعلم كيف تستخدموا الماتلاب لتساعد المستخدمين لتجعل المستخدمين برمجاتهم أو برمجاتهم برمجاتهم وفور برمجاتهم أو أجلات أو أجلات التي تقوم بعمل الأجل أو تحصل على شيء من الإنسائل يسميناه المنزل أو الأوامر لأنه يوجد مستقبل ومسكي ومعارضة من المستقبل من المستقبلات المستقبلات لتعاملهم لتعاملهم أيضاً المستقبلات المستقبلات خاصة في الهندسة كل حقول المختلفة بتاعت الهندسة تعتبدا عن اعتماد الكبير على MATLAB لأن MATLAB يدعون هذا مباشرة و مباشرة للبروغرام تجد الناس الكهرباء في الهندسة المدنية في شغل الحسابات الناس الميكانيكا والبوليمر وغيره في شغل الدزاين والحراريات والأخرى في كل المنطقة في الهندسة يكون مباشرة في الهندسة في الهندسة لأنه مباشرة جدا لذلك الهندسة أيضا MATLAB يكون مباشرة في الهندسة ومع الهندسة في الهندسة ثم MATLAB يمكنك تدعون مباشرة في الهندسة لتعطيقات لتعطيقات للهندسة ومع الهندسة ومع الهندسة ومع الهندسة المنطقة لتعطيقات في الهندسة استخدامات من الهندسة مع الهندسة مع الهندسة كما تعطيقات من الهندسة شكرا إلى المعلماء الGet Learning کی بسبب استخدمها في العaser الاتقادات الكلام الاطلالد مع العديد من الشيكة وإلك البيئة هو سمجھ مجحب09SS ول�� العلمية You can take the skills of doing programming much more easily in MATLAB compared to other language environments or language packages MATLAB is platform independent It helps to write software once for several different operating systems It is an independent tool, MATLAB, which can help anyone to write his software once and for all. And then this software, written by MATLAB, can be used several times in several operating systems. It can be used in DOS environments, in Windows environments, in Linux environments, whatever the platform. ثم هذا المستقر يمكنك أن تفعل هذا المستقر ، فذلك يعتبر كبير جداً للهاتف مع المتلاب المتلاب can be linked to other software such as to be used with programs written in other popular languages كما كراني أو المتابعة مختلفة أو مبتأة كتابة أيضا ما ينصر في تجميع المتابعة يجب أن يكبر على المتابعة أو مختلفة أو ربما أكبر مرات مختلفة وكذلكيما يقابعة الميزوى كما شديد في المتابعة ككيوكيوكيستيزين أو المسالون نحن نستخدم المتلاب الى حد الان كالكولياتر لماذا؟ لأنه منكتب كماند ونعمل انتر يوضح الى مثل الكالكولياتر من الآن يمكننا استخدام المتلاب كمسافة ممكن التكتب كمسافة بكثرة كي يمكننا إيجابة وإنما يكون هناك التخيل بإجابة وإنما يمكنناها التواصل معناه still MATLAB can give programming language environment that is very easy and quick to be used MATLAB allows you to write series of command into a file and execute the file as complete unit then the file will be executed line by line as a whole unit not command enter command enter as we did in the calculator or command window but we will write set of commands and the set of commands will be executed completely with each other and will be executed in a single section like writing a function and calling this function it is just if you know what is function mean it is just like a function you write a set of commands then you call this function to execute the command written in that function MATLAB allows writing two kinds of program and there are two types of programs easily can be written in MATLAB all of them are called script files which are program files the most applicable form is to write the name of the file the file ended by the extension .M 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 file is going to be called .M the file is called .M as for example document files which is called doc .doc and the excel files which is called .xls then script files will end by .m and called mFiles then called mFiles and called mFiles because the extension is called mFiles في هذه المنزلة يمكنك رقم رأي قصة الشركة التي تريد المنزلل مثل تقريباوا الكثير من الخيارات تقريباوا الكثير من الخيارات التي تريد المنزلل فى المنزلة المنزل تقريبا لعمل المنزلات تفعل أمام الأجزاء التقدم المنزل ل azamات التحقيقات كلها في أي file ويقفل الى extension .m بعدها أسأل هذا الظبط كما يسميه فيه المستخدم الذي يسمى في الارتخابة مسبقا مثل الواقع يساعد لكي نرى المساء لأجفعها ويساعدة مستخدم الواقع وهنا نستخدم الأجفع ويقوم نرى الزبط The scripts don't accept inputs and do not return any output يعني في فريق بين السكريبت وما بين البروغرام نحن نتطلب معنا بعد شوية السكريبت is just a function that when called execute something do something يعني مثلا الان عندنا CLS قاعد نستخدمها نمسح بها command window ده سكريبت مكتوب لما نحن نكتب CLS طوالح هو بنفذ لنا حاجة بنظف الشاشة نكتب مثلا الدال بنستخدمها draw أو دالة figure أو دالة input او أي حاجة نستخدمها هي text no output دم سمسكريبت it gives only output text no input but gives output ليه؟ here just set of commands when executed it will do something without taking any inputs script script do not accept inputs and do not return any outputs they operate on data in the work space just they do this amal functions function files function files are also program files with dot M extension that accepts inputs and return outputs so function it asks for input then it will display output as far as something have been done in the input itself during the processing processing meaning to convert the input into output because that happens between the function نفسه internal variables are local to the functions يعني اذا استخدمت اي variables بكون انهم خاصات فقط بهذه الفنكشن خلونا نبدأ بالنوع الاول اللي هو السكريبتس a script file contains multiple sequential lines of MATLAB commands and function calls لو عملنا صمبنا اي file هو بيحتوي علي إذا استخدمت عمله بطريقة مرتبة بحاسي انه يعني اعمل ده أول وده آني وده آخر اللي هو زي ما عارفين انه Execution of any program started from the first line then goes downward until the end line عشان كيضي نقول sequential sequential معنى اب الترتيب sequential lines of MATLAB commands sequential lines of MATLAB commands to be executed من حلوانا يمكنك تسجيله من المسكين من الوقت حيث يحصل على النداء يمكنك تسجيله النمائي بسكريبته على المسكين كما نقول الآن ينظف الشاشة عندما تسجيله نمائي بسكريبته وإنضاف تنفيذ النمائي ويجب أن يكون هناك شيء سيحدث كما يقوم بسكريبته إذا يجب أن نستخدم الهواء على المساعدة لأنه يحتاج لقاء من هذا المساعدة أو نسمي سكرس كل ما نستخدم السكرب ننذيب أو نكتب اسمه في المساعدة لذلك يحدث بالظبط يمكنك تحديث سكرب بإنكتب اسمه على المساعدة يمكنك استخدام المساعدة عندنا ادتر خاص بالسكريبتس والفنكشنس بساعدنا في ان احنا نكتب يعني انا بدلا ما اكتب الحاجة دي انا ممكن افتح الصفحة بتاعت ال ادتر ده واكتب كل ال lines اللي انا دائرة واعداك احفظه ايه و اقولنا ب something.m you can use the MATLAB editor or any other you can use the MATLAB editor or any other text editor to create your m files following these steps next you start with opening the editor you start to do a lot of steps to create the file step one is firstly run MATLAB as administrator you run MATLAB as administrator you create the script by two means two means either first you you start with the command editor itself by the command edit you can write edit you can write the file name then you start to put or to place the commands sequentially after this step from the command window you can write edit this is script through which you can create the scripts edit then file name the file name the file name I will say edit my file one dot m the file the file is called my file one dot m you can write the file name then you can write the file name when you are instantly you can write it and you will not have to give it to the sensor because you will have to give the carcer multiple or sequential commands followed by the if you are automatically and if you leave the second part and you will write it with the end then you will appear to the set the file name هذا هو رادي الط Gente منxy Stateasking إذا كنت أردأ في vegetable см触った لو إن الفائل إيضاؤ حيث اي lempar المخصص بإيضاعّ وأن لأن حيث سبب المخصص بإيضاء في المزولة للم強حةArcribe إذا أردت proceso الأذي الم Setup افتح لك الفائل لو ما في فائل نام بالاسي ما انت كتبت في كماند متاع ادت ثم the matlab assumes that you want to write new file والتالي بتدك نو فائل او فائل فاضي عشان تكتب عليها alternatively اذا ما استخدم الكمان واندو يمكن ان تأخذ نيو سكريبت من المنيو وقتمشي في المنيو فوق وتفتح نيو سكريبت وبعد ذلك اللي هي ويندو جديدة فاضية زي لما انتجي في الويرد تكتب تفتح نافذة جديدة تكتب نيو بيجب لك نافذة جديدة انت بتكتب عليها طوالي عشياء وبعد ذلك لاحقا بتحفظها save او save as بتحفظ لاحقا بتديها الاسم اللي انت داعه هنا alternatively you can select new script from the menu then in both cases write the sequence of the commands included in the script and save the file in the current directory سواء استخدمت ال command window او استخدمت ال script من المنيو في الحالتين تبتكتب multiple أو series of commands you want these commands to do something for you or for the users then you save finally you save في الحالتين you save command والfind name حيتحفظ in the current directory to run the script كيف ننفذ نستفيد من ال script كيف نحن الان كنا نتكلم عن عنه how to create this script الان how to run how to use the script to run the script you just write the file name without extension in the command line تمشي هناك في command window في ال command line بتكتب مثلا هو اسمه my file 1.m أنا بكتب without extension بكتب my file 1 ودي enter طوالي يعني شغلوا لينا السكريبت الاسمه my file 1.m أو أي اسم تختاره انت ترون السكريب you just write the file name without extension in the command window line and enter use the run command in the editor النافذة دي بتورينا نحن الآن ده ال environment على MATLAB أصلا اول ما نفتح ال MATLAB زي ما عارفين بنجي طوالي على command window هنا وطوالي دي حكاية جاهزة for commands زي ما انتم عارفين لو اخترنا من ال editor لاحظ من المينيو الفوق اخترنا ال editor وفتحنا بجيب لينا لحظة command هدي جاعدة command window لكن ممكن نضيف نافذة جديدة on top اللي هي اسمها editor وده طبعا انا بيساعدني انا ممكن اكتب سكريبت طوالي ده محرر يعني بتاع بتاع text وانا ممكن يساعدني في ان اكتب commands بتعديد اخير editor واحفظه طبعا في النهاية عمل له save as مفايل مفايل save as مفايل فور اكزامبل ده اكزامبل بسيطة احنا فتحنا ال editor اخترنا اخترنا ملف اسمه nowbar1.m كتبنا فيه command z x وماجيك 4 بار x عارفين بار بترسمنا عميدة يعني بار بترسمنا وماجيك اللي هي 4x4 4x4 matrix وعداق عملنا grid قدينا بتاع the title سميناه vertical bars هذا السكريب مكتوب هنا حفظنا بvar1.m جينا هنا في command line لاحظ في command line ما عملنا اي حاجة غير كتبنا bar 1 وعملنا enter اكبر دليل لاننا عملنا enter لانه الكرسر يعنينا ثاني نحن نحن ورد matlab to execute this script then nothing the matlab will do something and come back again in the command line and becomes ready for the next command الآن جاتنا الكرسر لانه تم execution للامر تم execution للامر أنا بار دي بترسم لي figures يعني اعمدة لمصفوفة set of two dimensions يعني عندها xy مثلا magic عملت لي 4x4 بالتالي طوالي هو رسم لي الاربع في الحالة اللولة رسم الاربع من الصف الاول رسم الاربع صف الثاني الاربع صف الثالث الاربع صف الرابع وهكذا عمل لي vertical bars بالدلا bar of x نلاحظ هنا انه نحن استخدمنا السكريبت في الشاشة دي كتبنا الcommands بتاعتنا استخدمنا الeditor كتبنا الcommands بتاعتنا حفزنا b.m ده سكريبت ينادينا السكريبت او استخدرناه عملنا مباشرة قام بتنفيذ شيء ما اللي هو رسم لينا الفيجر ده رسم هذا الفيجر ده سكريبت ثاني اللي هو bar 2 عملنا line space 21 مسافات متساوية linear space من 21 وقلنا ليه y تساوي logx يعني يبنينا logx لكل array 1 20 بعد ذلك ارسمنا xy هنا ما اكتب يعني عملنا edit part 2 مباشرة يعني انا ممكن اعمل edit part 2 واكتب command زيل او اكتب افتح المحرر انا خليت النافذة فيها كل الخيارات عشان الزل يشوف انه ممكن يعمل القصة اول ما عملنا part 2 هنا في command line ده اسمه السكريبت وده انتر طوالي رسم لنا الكارف الخاص بوايد اللي هو logx كله قيم x اتخطت من 0 ل20 من 1 لانه بيبدأ من 1 لحد 20 وبعد ذلك y هي log1 لحد 20 فجاب لينا اللقاط كلها وجمع علينا في هذا الكارف فده الطريقة اللي احنا بنستخدم لها الاسكريبت اما function ده النوع الثاني من البروغرام التي تستخدمها الـ function يمكنهم تكتب فنكتب فنكتب من المنطقة يعني بدا يمكنك فنكتب 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 بل مختلفة من المنطقة من المنطقة او تفتح الاسم وتحفظ بالاسم المطلوب لكن اللاحقة الاستخدام وما الأن هين بcall coming from command وكتب الاسم المطلوب مثل ولم تخطание فنكتب الفنكتب الفرق الاسم المطلوب هي Background واتوب which that will not يودوا حول غلابات العملاء في الوصفيات الى تشبه بشكل كبير جدا على سكريبت وممكن تشبه بشكل كبير جدا على سكريبت يعني اتنين بالشعب في كل شي ما عدا انه بتاخد input وتدين output والسكريبت is not تشبه بشكل كبير جدا على سكريبت يعني هو نحن نسميه function name لكن في النهاية ال call بتم عن طريق هذا function name don't overload any built-in function by using the same file name يعني لو فيه function اسمه أحمد ما تعمل لك function اسمه أحمد احمل مشكله ما تتحفظ دقائق اللي هو ده overload any built-in functions by using the same name أو file name for your function or script function اسمه مثلا draw ما تستخدم function اسمه function اسمه bar ما تستخدم function اسمه bar وهكذا بلوت ما تستخدم بلوت وده بخليك انت لازم تكون مليم المهم دقيق باسمه الدوال المكتبية دي ودوال المكتب عشان ما تستخدم لك اسم شوية مطابك وده خليك مشكله في حفظ الاسم basic programming concepts are common to almost all programming languages احنا عارفين انه في اساسيات موجودة في البرمجة في كل لغات البرمجة ده طبعا اكيد وعليهم نتوقع انه في عشان نكتب function بستخدم فيها basic programming بتاع language بتاع اي language بنستخدم Syntax خاص بالmatlab البرمجة التي نستخدمها في البرمجة The Syntax may change but it's usually similar يعني في اختلافات طفيفة طبعا در تستخدم for for loop در تستخدم while loop در تستخدم if للاشتراع در تستخدم switch يعني كل التولزي موجودة في كل اللغات لكن دائما بتتكتب في كل بـ programming language بتكتب بـ Syntax محدد يعني Syntax ممكن يضغير ولكن في كتير من الأحيان ها بكون similar The variables, operators and tools were discussed before and we need not to repeat this knowledge You can review all these principles يعني انت ممكن ترجع تشوف ان احنا كيف نسمي الـ variables كيف نستخدم الـ operators الناس زائد و نعقص فيه وعلى الى آخره وكيف نستخدم التولزي المختلفة ده كله نحنا شرحناه مسبقا وما محتاجين نكرره وتستطيع مباشرة تعود إلى المحاضرات السابقة عشان تشوف الأشياء هذين نحنا هنا هنستخدمه مباشرة نبدأ في الـ programming أو في الـ programming نحتاج لحاجة يسمى commenting commenting معنى how to add comment في الـ commenting معنى how to add comment في المتلاب to add comment just use % sign at the beginning of the line يعني لو كتبت علامة % في بداية الـ line اللي بيجي بعد ذلك كله بكون عبارة عن comment في كل الـ line طبعا بالضرورة في كل الـ line فخلي بالك لو ده مثلا myf1.m myf1.com ده لو كان help file بيوري بيوري F1 عشان أول file بتاع F1 ده بيشتغل في شنوفة نحن ممكن نحفظ mfile بيسميه myf1 myf1 وكله عبارة عن comment myf1 is a file which illustrates how commenting is performed the author is أحمد إبراهيم this is prepared for the third class plastic engineering students year 18 عشان تزعطير يعني الكلام ده كله عبارة عن تعليق comment أنا ممكن عشان يظل هو comment وما عنده ما عنده قيمة في التنفيذ لأنه comment معروف انه ما بتنفذ بس بيعرض على الشاشة متى ما ما ظهر يعني ولو حفظت الملف على هذا العساس جيت كتبت help myf1 طوالي بيجيب لنا المعلومات الموجودة في F1 comments الموجودة في F1 ده مسألة مهمة أنه ممكن استخدام comment في أي علامة لو دارنا أي طبعا programming language عند input to output functions أو input to output facilities فالprogramming files are more useful if they can interact with users تاخد input ترجع output prompting them to enter values and then displaying relevant results this is very important basic user interaction في programming and user interaction you prompt the user to enter values supposed to be inputs and you wait later for the system for the computer to display the results based on the inputs there مهمة user interaction for user interaction مهمة لازم تعرف input or output function which will help user to interact we want to be able to get input from the users and then display the appropriate output this is very important for the user interaction this is easy to be done through the built-in functions input and display input will help to input something and display will help to display something في البرنامج لو دائر أدخل حاجة بستعمل input لو دائر أطلح حاجة للشاشة بستخدم disp اختصار ل display فدائر الاثنين لcommands البستخدما للإنبوت والاوتبود شوف معانا circle area circle area ده برنامج دائر أن نحسب فيه area of the circle بساحة الدايرة بساحة الدايرة عندها علاقة معروفة هي عبارة عن buy R تربيع أو buy نقطة تربيع زي ما بنقول بالعربي buy R تربيع فلو يعني عرفت R بربعة بضربة في buy وباي كونستن بتجينا طوالي بساحة الدايرة البرنامج ده سميته سيرك سيرك dot m سيرك dot سيرك area dot com ده الاسم اخترته على يعني انت ممكنت تسميني اسمي ان شاء الله تسمي area بس سمي area one اي اسم يختر على بارك لكن دائما احنا نفضل اسم البرنامج يكون indicative يعني indicate content بتاعته او functional عملنا ثلاثة سطورة الولة دي كلها عبارة عن comment عشان برضو اليوزر يعرف مطلوب منه شنو ان اللي هو c-area dot com program is to calculate area of a circle of given radius taken that area is equal to pi r square ask for input of the radius r ومتا عملنا الخطوة الولة ان هنا نعتبر r تساوي input وعملنا فتحنا gos input هي عبارة عن function داخل الفنكشن دي you write any message you can write a message input enter the radius r نقطتين فبعد غفلنا ما تنسى دي single quote ما تمشي تعمل double quote ولاحظ the quotation بغير اللون متاع الكتابة كانت سوداء بالكوتشن اصبحت لون بغير بعدك ما تنسى انه semicolon each line should be ended with semicolon معادة comment line اصلا ما بيحصل له execution each line should be ended with semicolon هنا مهمة جدا بالنسبة لنا معادة final line هو الاخر line ما بنحتاج لانه بعده ما في حاجة في تعامل يعني طيب بعد ما كتبنا دي قلنا نعمل to calculate the area to calculate the area area to save by r square بعدها نعمل print للresult display قلنا في display بساعدنا انه تكتب يعني something in the output the area of the circle radius of radius يساوي كده بعدها display area ونعرض لنا جينا في command window كتبنا اسم الملف طبعا وزاوة extension زي ما ما اتفقنا بنكتب circ area لكن بدون .m لأن extension بنكتب هنا اسم الملف بنعمل enter هو هيبدأ ينفذ الملف ينفذ الملف اول حاجة هينفذة هيكتب لي enter the radius r انا بكتب ال radius مثلا خمسة وبدي enter هيمشي يحسب الarea دي وبعد ما يحسب الarea انا بكتب display طبعا السيمي كولن هنا بتعطله يعني من انه يجيب لنا نتيجة يعني احنا ما ادريل النتيجة لكن هنا عملناها بدون سيمي كولن يعني معناها اكتب lady وهنا عملناها بدون سيمي كولن يعني الديني النتيجة وعشان كده وكتب the area of the circle of the radius تساوي بعد ذلك قيمة الarea المخزنة في الانتزاكرة اللي هي عبارة عن area تساوي by r شغال r ضربة رفعها على power 2 بجد 25 وضربة في by 25 من في 78 وكسر نتيجة نتيجة بشكل بشكل في command window في command طبعا التشغيل كله بتيما عن طريقة command window لان شفت simple examples write simple function to find length of line given below يعني مثلا line P1 P2 line P1 P2 نجيب طوله وطبعا بالحسابات لو كملنا عملنا زاوية قائمة هنا بيقى عندنا هو عبارة عن water وبالحسابات النقطة دي 6 بالتالي النقطة دي 6 والنقطة دي 2 X-axis وبالتالي هي 2 في محلها فنحن عرفنا الان ده 2 1 ودي 6 4 ممكن نلقى النقطة دي بسهولة واذا عرفنا النقطة دي بسهولة نستطيع نجيب طول المستقيم ده طول المستقيم ده وبالتالي نقدر نجيب المتشويل مسألة بتاعة حسابات معروفة وبسيطة ممكن نكتب بسهولة كل الفنكشنز اللي بتعدي لنا القرط عملنا كتبنا line length m calculates اللي هو نحن هنسميه في القرط file line length dot m calculates the length of the given line of known ends coordinates عرفنا coordinates بتاعة نهايات اللاين ده وبالتالي دالي نحسب طوله all clean اللاين دي بتنظيف لنا الشاشة ما يكون في حاجة قديمة قادة في ال command window بعدددك هنقول له يعتبر انه ex تساوي enter the x1 value x2 to enter the x2 value دي الغيمتين من G من X1 و X2 اللي حكت بX1 هنا 2 بX2 هنا 6 بعد ذلك Y تساوي قيمة Y اللولة اللي هي واحد Y2 تساوي قيمة Y الثانية اللي هي في الحالة دي 4 يعني أنا أدخل القيم دي الأربعة X1 تساوي كم X2 تساوي كم Y1 تساوي كم Y2 تساوي كم بعد ذلك بستخدم بعمل لي ساوي كمي length of the line length of the line يساوي square root of X minus 1 to the power 2 y2 minus Y1 to the power 2 يعني عبارة عن الطول ده يساوي الفرق بين الـ 2 axes تربية يضعف له الفرق بين الـ 2 y's تربية الـ Coordinate X2 minus X1 تربيع زائد الكواردينيات Y2-Y1 تربيع يجب لينا على أغرياضية معروفة يجب لينا طول هذا المستقيم بعد ذلك كل اللي نديره تدسبيل النتيجة display the distance between the two points is وبعد ذلك نعمل display L Length هي نزلت تحت هنا ما ظهره لكن آخر command display L Length لكي يجب لينا الغيمة المخزنة من المعادلة دي بعد ما يحسب المربعات دي ويضمعها لبعض البعض يجب لينا القيمة طول هذا المستقيم لاحظ هنا لما انا عملت Execute طبعا كتبت L Length وعملت Enter طوالي بدلي بالجملة النولة Enter X1 قديته قيمة 2 Enter X2 قديته قيمة 6 Enter Y1 قديته قيمة 1 Enter Y2 قديته قيمة 4 ثاني ما في حي بيشير منه مش يحسب بيطلع Length وبعد ذلك في النهاية the distance between the two points is five المسافة بين الاثنين دير عبارة عن خمسة أو الطول المستقيم ده عبارة عن خمسة في كل لغات البرمجة معروف عندنا ما هي اسمها Control Flow Control Flow أو التحكم التحكم واحدة من الأدوات المهمة جدا في البرمجة وفي كل لغات البرة تستخدم أدوات تحكم محددة كما قلنا بيطلع تختلف من لغة للغة في الصياقة فقط كيف نكتب Different Control Statements كيف نكتب Different Control Statements لدينا 4 Control Flow Structures مثل كل اللغات لديه Control Structures الف Statement الف Statement تستخدم طبعا للاشتراف والفور Loop ومعها طبعا الوال loop ثم ال switch Statement هذه الأربع تول المهمة لدينا التحكم في الماتلاب أيضا في كل اللغات الأخرى الف Statement والفور ومعها طبعا الوال 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 لو دارين نتكلم نبدأ بال Conditional Statements اللي هو نستخدم فيها الف A Conditional Statement is a command that allows MATLAB to make decision ساعدنا ال Conditional اللي هو الاشتراف الاشتراف بساعدنا على اتخاذ الغرار يعني أنا ادخد شرط إذا اتحقق يتخذ غرار ما أو يتم شيء ما أو يتم شيء ما وإذا لم يتحقق لا يتم هذا الشيء أو يتم شيء غيره فده يعتبر Decision Making شغل بتاع Decision Making MATLAB to make a decision on whether to execute a group of commands that follow the Conditional Statement or to skip these statements اللي هي في الحالة دي نحن نستخدم Condition و Expression ونستخدم commands to be executed if this condition is valid or is true whether Condition not true or false ما أنا عندنا to decide أننا نعمل حاجة غيره to execute something else غير commands المكتوبة كجواب للشرط Conditional Expression consists of relational and logical operators MATLAB supports the variance of if construct يعني MATLAB تستخدم if construct if dot 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 end يعني تبدل جملة بتاع ترشترات by if وتنتهي by end between if and end you place the commands to be executed if the condition is true or condition true في commands نحن مفروض نعمله execution the diamond lay between the if and end construct وبرضو في if else end if شرط true نفذ a ما تروق نفذ b اللي هو بتيجي حاجة بديلة يعني الف البسيطة اللي بسموها symbol if يعني لو تحقق الشرط ننفذ جواب الشرط لو ما تحقق الشرط ما عندنا حاجة نعمله لكن في if else اننا متحقق الشرط ننفذ جواب الشرط الذي يأتي بعد if إذا لم يتحقق الشرط ننفذ جواب الشرط البديل الذي يأتي بعد else لازم تلاحظ الفرق بين كل اللغة طبعا في كل اللغة البلومية الجيصة دي مستخدمة وعندنا برضو حاجة اسمها nested condition nested condition اللي هو if else if else and يعني ممكن تدخل كذا if else statements مع بعض مع بعض مع بعض فتبقى if else if else if else and وده بسموه nested conditioning زي معارفين لو جينا لل symbol if هنأخذ symbol if ونأخذ وقفة وسيطة وعد ذلك في الجزء الثاني هنكمل بغية control السيمبل السيمبل ببسيطة the simplest form of the if statement is if expression يعني ده أبسط نوع من أنواع if أو expression بتاع الإشتراط هو if statement if البسيطة if البسيطة اللي هي بنكتبها if وبعدها بنكتب بعدها expression بنعمل statements بنكتب end يعني construction is very simple if الحاجة الفلانية اللي هو ده الشرط بعده تجل statements بعدك ما فيه تعقيدات كثيرة the execution of the statement flows according to the following logic يعني الشكل ده بوردين ال execution اللي بحصل لل if هده ال condition if the condition is true الأجابة yes نفذ لنا if statement the statement اللي هو المكتوبة عند the if وأطلع طوال أمشي للمان statement أطلع طوال من هنا عفرتك لا condition is not true يبقى الأجاب إذا كانت نوح نطلع طوال يعني معنا there is nothing to be executed if the condition is not true if the condition is true then the the if statement will be executed and then control will be delivered to the man if the condition is not true nothing will happen and then the control will deliver directly to to the man يعني الشكل ده بوضح لنا اللوجيكة والمنطق بتاع symbol if لو دارين نشوف example the program calculates the square root of the input only if it's positive number دارين برنامج يحسب لنا الجزر التربيعي لأي قيمة تدخل من البرة فقط إذا كانت موجبة يعني إذا كانت موجبة يحسب لها الجزر التربيعي ما موجبة مع السلامة ما في حيالها ده برنامج بسيط نحن هلين نعمله هذا البرنامج بنكتبه هكذا نسميه sq number square of number dot m square number calculates square root of number if positive لو كان النمبر ده positive هنعمل number تساوي inter رغم هنقول لي if number أكبر من zero أصلاً positive ده معنى أكبر من zero if number أكبر من zero y تساوي square root number بعدها display square root display y end وفي النهاية عمل لنا display sax طيب y تساوي square root display بيعتبروا statements if اللي هم إذا نجح الشرط ده تنفذ three statements طيب إذا ما نجح هنجح طوالي ما بعد end نطلع طوالي برا لأنه الشرط ده إذا ما تحقق ضيما شوفنا في الشقر قبل شوية الـ control يطلع طوالي الـ main يطلع للبرنامج الرئيسي والذي يكتب لنا Sanks ويفرتق ما يدين أي حاجة طيب نفذنا المرة الأولى sq number enter قال لنا enter number وضعنا 45 قال لنا square root ما كتب سانكس ليه لأنه الشرط تحقق القيمة 45 كانت أعلى من السفر وبالتالي حسب لنا square root ودنا قيمته ودنا نهاية البرنامج أما إذا قديناه قيمة لا تحقق الشرط مثل الكيس الثاني نفس البرنامج شغلناه المرة الثانية وقال لنا انتر number قال لنا 45 ما كتب أي حاجة ولا قال لنا square root يساوي ولا دعنا قيمة فقط كتب لنا Sanks وده بيأكد أنه ال control لأنه الشرطي محقق طلع مباشرة خارج البرنامج الخارج البرنامج الرئيسي وفي البرنامج الرئيسي عندنا العبارة لأنه جاي بعد ف واند قبل ما عنده علاقة بف وبعد ال end ما عنده علاقة بال if statement فده البرنامج الرئيسي ده عبارة في البرنامج الرئيسي وده عبارة في البرنامج الرئيسي فطلع على البرنامج الرئيسي وكتب لنا Sanks only and was طال program decided a mark is passed only if it is above 65 ده لنكتب برنامج بسيط يغرر أنه المارك الدلجة إذا كانت أكثر من 65 أكثر من 65 تعتبر باسمارك تعتبر باسمارك يعني ممكن يصنف لنا كل الدريات التي تدخيلها حاليا باسمارك أم لا برنامج كتبناه ببساطة mark تساوي input number if mark أكبر من 65 display pass طيب إذا لا اكتب Sanks انتهى سألنا من المرة الأولى mark دينا 71 ولأنه أكبر من 65 قال لنا pass وكتب Sanks مرة الثانية دخلنا قيمة 64 اللي هي أقل من 65 كتب لنا Sanks بس ما قال أي حاجة لأنه ما عندنا بديل ما عندنا بسيطة if statement البسيطة ما عندها بديل ينفذ جواب الشرط يتخارج من الشرط ويمشي للبرنامج الرئيسي if else اللي هي الفئة البديل if else structure فئة البديل واللي بيستخدم فيها بعد if statement لجواب الشرط إذا تحقق وبعد else لجواب الشرط البديل إذا لم يتحقق الشرط فهنا بتدينا بس فرصة أنه يكون عندنا أكثر من decision أكثر من جواب شرط ينفذ أحدهما يعني يالذي يأتي بعد if يالذي يأتي بعد else the simplest form of the if statement في هذه الحالة هو if expression أعديك statements else expression بعد if statements وبعدها ال end نلاحظ the execution of the statement follows according to the following logic اللوجيك نختلف شوية نفس الرسم الجبال لكن بيتعديل طفيف بيتعديل طفيف نلاحظ أنه if the condition is true اللي جاء بـ yes معنى أن يتم تنفيذ the statement block اللي يأتي بعد if نسميه if statement block وبعد أطوالي نطلع للم للم يعني ما في سبب يعني شالع واحد نمشي بها نجي بها جاي ونطلع للم لو condition not true هنجي بها جاي no هننفذ else statement block ونطلع للم ما عندنا نخيار ثالث اما ننفذ ما يأتي بعد if أو ننفذ ما يأتي بعد else اللي بحكمنا في انه ننفذ بعد else أو بعد if شنو هو الشرط ومدى تحقق ولو تحقق الشرط هننفذ جواب الشرط على ac اللي هو بيجي بعد if ولو فشل الشرط هننفذ جواب الشرط البديل اللي بيجي بعد شنو else الموضوع بسيط لاحظوا الاكسامبل دي calc1 سميناه calc1.m calc1.m a program input two numbers and input operator then either did subtract to the numbers based on the operator يعني يدخل رغمين يدخل رغمين either يجمع add or subtract يجمع يطرح لو 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 الرقم واحد لو الخيار كان واحد يجمع لو الخيار two كان يطرح ا تساوي input number one ب تساوي input number two بعدك display choice one for addition and choice two for subtraction ادىنا رسالة انه لو اخترت واحد هنجمع لك العددين اتدخلتهم لو اخترت اثنين هنطرحوا لك من بعضهم البعض بعدك ال operator برضو input operation ال operation هنا اعتبروا رغم عبارة عن ده يعني op ده عبارة عن رقم هيدخل الزول input one ولا two حسب الرسالة دي حسب الرسالة دي الرسالة دي بتجيب لك قيمة خطة في op طيب if op equal one display sum يساوي و display a ذاية b اجمع لنا القيمة الخزنتها في a و b ما انا اقبالك input دي دخلت لي a قيمة و input number two دخلت لي b قيمة فلو ال operation ان انا اخترته كان الكود بتاع واحد يبقى عمل display some display a ذاية b else display sub صب يعني الطرح يساوي وطرح اللي و end كده if else ديلة two بتنفزن اذا if اذا الشرط بتاع if نيح و ديلة two بتنفزن فقط اذا الشرط بتاع if فشل بعدك هنا قلنا في النهاية اكتب لنا ده كل شيء كتبنا calc one و قلنا ادينا number one كتب لنا number one هنا وناليه 34 number two 46 choose one for addition and two for subtraction ادينا ال operation اخترنا واحد معنا مفروض يجمع اجمعنا 80 قال that is all طيب ليه ما طرح لانه دي نجحت خلاص نفز دي ومارك طوالي ليش نو بقى خارج البرنامج مش لذات زول نفزناه مرة تانية وناليه 34 34 46 نفس الرغمين choice اخترنا two اللي هو عبارة عن شنو طرح حالة الطرح هو طرح بطرح a minus b a اللي هي الاولى 34 minus b اللي هي 46 الفرق معناتهم سالب اتناشر ادينا النتيجة وطلع طوالي that is all النسته النسته if اللي هي بسموه يعني if المتداخلة او الاشتراط المتداخل if المتداخل اللي هو structure بتاعه برضو يعتبد على if else يعتبد على if else وانت ماشى 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 لحد اخر حاجة else تلاحظ انه بدأنا بif بعدك else if وبعدها else if وبعدها else if واخر حاجة else يعني احنا نبدأ بif منفردة وننتهي بelse منفردة الترتيب بتاعه انه اذا فشل هيكون فيه شرط جديد داخل الشرط الخارجي فف دي else بتاعه هدي يعني دي if الاولى else بتاعه هدي سوري و if التانية else بتاعه هدي و if التالتة else بتاعه هدي واخر if مكتوبة مع else if else بتاعه هي الاخيرة دي فالمسألة يعني فيها نوع من التداخل متداخلات الشروط مع بعضها البعض وطبعا الاخر حاجة عندنا and كل واحدة من دي لديها expression لو الشرط دي نجح سننفذ ال statement دي اذا ما نجح سننمشي لل else البعدة سنمشي للشرط البعدة else لكن else جوابه عبارة عن if جديدة فلو نجح سننفذ ال statement لو لا سننمشي لل else البعدة اللي هي جوابه برضو عبارة عن if لو نجح سننفذ ال statement بتاعه لو فشل سننمشي ل else اخر else دي اللي هي هننفذ ال statement وبعد ذلك يحصل شنو end اللوجيك شوية complicated لكن still يعني reasonable still فهمه بسيط سننمشي لأول condition اللي هو if الفوق if expression اول condition لو الإجابة yes هننفذ expression one اللي هو هذا واتخارج طوالي للمين باقي ده كله تاني ما حلص وانص انه if condition is true ثان انا بنفذ ال statement بتاعه وبتخارج لا كان الإجابة no وانا هتشك على ال condition الجديد condition two اللي هو هذا if جديدة عندها condition جديد ولو تروح هننفذ ال statement بتاعه لو تروح هاجي هنا statement two واتخارج طوالي ولو false همشي لأف جديدة اللي هي عندها condition الثالث لو تروح هننفذ statement three واتخارج طوالي ولو false همشي لو no همشي لstatement فورا اللي هو هذا اخر statement جادتنا بعد else وبعدها اطلع البرنامج الرئيسي يعني الموضوع ما تتهيه بانه هو شكله معقد لكن بسيط جدا condition الاول true نفذ statement بتاعته اطلع طوالي لا ما تروح في condition ثاني جديد لو كانترو نفذ ال statement بتاعته اطلع طوالي لا ما تروح في condition ثالث لو كانترو نفذ ال statement بتاعته اطلع طوالي واذا لا ما تروح نفذ ال statement بتاعت else اللي هي الرابعة واطلع اطلع اطلع الموضوع برضو بيعتبر بسيط example للقصة دي a program input second order equation and text parameters a b c a b c and a b and c and check for the square root general form possibilities based on the b square minus 4 a a c برنامج ده برنامج ده اللي هو زمان حاجات كنتم بتدرسوها في الشانوي وحتى في الجامعة هنا تكون لاجاتكم كثير لما نجيب الجزر التربيعي لمعادلة من الدرية التانية الجزر التربيعي لمعادلة من الدرية التانية عندنا قانون عام لو بتذكروا عندنا القانون عام للجزر التربيعي لمعادلة الدرية التانية هو عبارة عن minus b plus or minus الجزر التربيعي لb square minus 4 a c a b c و c معاملات المعادلة بتاع الدرية الأولى a معامل x square b معامل x to the power 1 c معامل الحد المطلق معروفة معاملات الحدود الثلاثة طيب البرنامج اسمنا root of 2 root of 2 .m اللي هو يحسب لنا sqr root of 2 order equations using general form اللي هو الشكل العام أو المعادلة العامة لحساب الجزر التربيعي أو الجزر التربيعي استخدمنا system a,b,c,x ندير 3 symbolic variables استخدمنا a input equation equal يعني دخلوا لنا المعادلة المعادلة اللي انت داير تحسب بها تحسب لها الجزر التربيعي بعد ذلك b,s b,s بتسعيل coefficient of a يعني a المعادلة دي بتقوم تطلع على coefficients بتاعتها في شكل مصفوفة اللي هي المعادلة من الدرجة التانية معنا عندها ثلاثة معاملات 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 x square معاملات 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 حدود من x ثلاثة حدود وبالتالي coefficient يطبع لنا ثلاثة معاملات هنقول له يعتبر a تساوي b,s 3 اللي هو دا b,s 3 دا اللي هو انتبع b,s مصفوفة فيها ثلاثة coefficient b,s 3 معناها ثالث a تساوي b,s 3 b,s 2 c تساوي b,s 1 يعني الحد الأول الحد الأول الحد الأول في المصوفة عبارة عن c الحد الثاني عبارة عن b الحد الثالث عبارة عن a يعني نسمي لهم كده وجينا نقول له a discriminator اللي هو الحاجة اللي انت بتكسيم عليها هي أصلا b الجزر التربيعي لb square minus 4 a c مكسومة على 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 a square مكسومة على 2a أو a square مشكلتنا إنه عشان نطلع في جزر طبيعي أو real real roots مفروض يكون minus b square minus 4ac دي مفروض تكون قيمة موجبة يعني لو كان الكمية b square minus 4 b square minus 4ac اللي هذي قاعدت تحت الجزر لو كانت كمية سالبة الجزر بدينا قيمة خير محددة وغير معروفة كمية فنحن دارينا نشوف هل عندنا real roots أو لدينا real roots نحسبه فقمنا لأ يعتبر a تساوي bs ما هو الحد بحدد لنا ده same variable هو عبارة عن b square minus 4ac بعد ذا قلنا display discriminator أعرضوا لنا القيمة دي if discriminator أجلة من zero لو كان القيمة b square minus 4ac أجلة من 0 طبعا يعتبر no real roots وانتهى الموضوع ويمشي طوالي لشنو that's all ما هيقولنا إذا condition تروح ينفذ لنا if statement وإذا لا سيمشي للelse statement الelse statement فيها if statement جديدة if discriminator يساوي 0 يساوي 0 سيبقى 0 بالتالي طبعا الجزور مكررات حيثت جزور مكررات وغيمته سيقوم بـ minus p من الجزر وحصل minus p plus or minus الجزر التربيعي ل p square minus 4ac هذا المعادلة الأساسية فلو الجزر بيقى غيمته 0 اللي هو طلع الكميتين أو الكمية b square minus 4ac اللي يتحت الجزر طلعت بساوي 0 يبقى الجزر كله أصبح 0 وبالتالي بيقى عندنا قيمة واحدة مكررة هي minus p على 2a طبعا هذا كله مكسوم على 2a minus p plus or minus square root of b square minus 4ac تجول خط تحتين كلين على 2a فالجزر بيقى غيمته السفرية وبالتالي بيقى minus b over 2a مرتين repeated roots else display real roots لو لا القيمة ما كانت أغلى من 0 وما كانت تساوي 0 سنجد لجواب الشرط السدل وهنا display real roots تساوي عندنا 2 roots الأول minus gos b minus discriminator to the power half جزر التربيعي discriminator واكسوم على 2a الثاني minus وطبعا minus b لكن العلامة هنا زايد ما هو قدام الجزر plus or minus فالولة minus discriminator والثانية plus discriminator واكسوم على 2a وفي النهاية نعمل end that is all لما نجد نفذنا root of 2 كتب لها null equation يتبتلوي x2 minus 3x زايد 4 قلية discriminator minus 7 وطبعا طالما minus 7 معناها no real roots طالما هو بال minus معناها no real roots that's all لو discriminator يساوي 0 يجب لنا قيم يساوي 0 معادلة ثانية x2 minus 4 plus 4 اللي هي هنا معامل D1 معامل D4 معامل D4 معامل D4 حتى هي تقول لي بمعاملة تربيع بيبقى 16 هنا عقصة 4 16 نقص 4 في 4 اللي هي 16 اللي هي A A C في 1 بتبقى سطار في سطار سطار بتدينا 0 وهنا ال real roots والreal roots بتاعتنا العبارة عن 2 يعني الreal roots بتاعتنا عبارة عن 2 ليه؟ لأنها عبارة عن نقص B نقص بي و بي في الحالة دي مينس فور فبتبقى دي فور دي بتبقى فور مكسومة على اثنين اي و اي واحد اربع على اثنين تدين اثنين و مكرر that is all التالت لو كانت كتبنا معادلة x square minus 4x زي 3 وكانت القيمة مختلئة يعني not zero not minus عندها قيمة ايجابية ولا zero اللي هو في الحالة دي بقت اربعة الريو الروس بتاعتنا هي ثلاثة واحد ثلاثة ديات من وين اخدنا هنا الاول بي وعندك بي هنا minus 4 بي ناقص الجزر التربيعي ل 4 ما تسكريوناتر 4 جزر التربيعي ل 4 اثنين بي اثنين مضروبة في المينس البرد بي قتة مينس اثنين لا اربعة نعقص الجزر التربيعي لأربعة اللي هو اثنين القوز ده كله عبارة عن ماينوس أربعة هي ما أربعة تربيع سوري يفرض تكون أربعة بتربيع ماينوس الدسكريميناتر سوري أنا معرف ماينوس الدسكريميناتر سوري أربعة إذا بي عندنا هنا مينوس فور مينوس فور مينوس اثنين اللي هو جزر التربيعي لأربعة اثنين بتبقى مينوس فور مينوس اثنين بتبقى مينوس سيكس بتتضرب في المينوس مقسومة على الابتنين سبقى أن ثلاثة عالOs الثاني ماينوس اربعة ثانية زائد اثنين ماينوس اربعة زي دين بتربيعي للافرق اثنين مضروف في الأساني بعيد جزر الاثنين ان стало بصور واحد و ذات is all the homework لكم انتو اكتب write program that can convert the student marks in any subject integrate according to the following table انت تدخل القيمة لو كانت اكبر من 80 هو بيقول لك دي ايه لو كانت لما اكبر من 80 لكن اكبر من 70 بيقول لك دي بي لا ما اكبر من 70 لكن اكبر هو تساوي 60 بيقول C اكبر من 50 بيقول دي اي حاجة اكبر من 50 بيقول لك ده F تستعمل هنا طبعا multiple or nested F عشان تعمل بها هذه نحل بها هذا المسألة اكتفي بهذا الغطر و ان شاء الله هلواصل زي ما قلنا البروغرامنج نحن استخدمنا F بس بقلينا ال for وال while و ال switch statement اللي هنجي نشوف ان شاء الله في المحاضرة التالية والاخيرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى